بسم الله الرحمن الرحيم ده الكورس الخاص بالتعامل على المودل ومخصص للطلاب ازاي ابتدي اشتغل اونلاين من البيت ازاي اقدر اخش على المحاضرات بتاعتي ازاي اقدر اتفاعل مع المحاضر ازاي اجاوب على السايمتز والفحة ازاي اخد الكورس وابتدى ذاكره وازاي اتفاعل حتى مع المحاضر في الساعات المكتبية عن بعد باستخدام موديولز الشات والكالندر وحاجات كتيرة جدا هنتعلمها حتى اقول الموضوع بسيط جدا وسهل وسلس لافوش في اي مشاكل خالص انا عشان اخش على مودل زي ما انتم عارفين بنخش على عن طريق الويب سايت الرئيسي واني اخش على ستودنت لوجين حيبتدي يسألني على الرقم التسجيل بتاعي والبن نمبر دول احنا طبعا واخدرهم من التسجيل واحنا بنسجل في الترم بيطلع لي البورتال بتاعي البورتال بتاعي ده اللي بقدر احجز فيه العيادة اللي اقدر اشوف فيه السكيد والترانسكريبت وهكذا بلاقي الجزء الخاص بالمودل لو دوسنا على الايكون بتاع المودل حيفتح لنا الجزء بتاع الانلاين دي الكورسز بتاعتي كلها اللي انا مسجلها في الترم دي ودي الكتب اللي موجودة على كورتكس موجودة بشكل ديجيتال اللي اتصرفت لي الترم ده لو انا عندي كتب تانية كانت بترمي قبل كده مش حلاقيها دلوقتي ان دي تجايبلي الكتب الاكتف دلوقتي في السنة دي بس انا حلاقيها على منصة كورتكس على الابليكيشن ممكن نرجع للسشن الفيديو المسجلة برضو للطلبة الخاصة بالتعامل على كتب الالكترونيك وعلى كورتكس دلوقتي احنا حن نختار الكورس اللي حنشتغل عليه لانا عاوز اخش اشتغل عليه احنا هنا عندنا كورس ديمو عشان نشتغل نجرب عليه انا قوم بخش الكورس بيجيبلي بقى بيجيبلي تور كده عشان يوضح لي ايه امكانيات المودل وهكذا انا مش محتاجها دلوقتي اند تور ده كده شكل انا الاكاونت بتاعه انا داخل باسم طالبة ايمان حمدي الشكل العام بتاع المودل هو الشكل ده بيكون في مينيو شمال في الاسابيع بتاعتي طبعا احنا قلنا ان المودل في اكتر من في الشكل لكن الاتجاهات كلها زي بعض بمعنى ان انا لو في اي لحظة تعمل افديت لسيستم المودل ممكن نلاقي اختلاف بسيط في شكل او وجود الايكونز او في المينيوز لكن هي الاساس كل واحد عشان لو حصل اي افديت من علاقش يعني القصة كلها احنا شغالين في الاكاديمي هنا زي ما احنا عارفين بويكلي فورمات انا الاسبوع الفلاني قادي الاسبوع وده الجزء الخاص بي اللي احنا بتدي نشتغل عليه واحدة واحدة دلوقات عندي اكتيفتيز معينة زهرالي معنى كده ان انا فيه اسايمنتز الدكتور بتاعي حطه في شات في شايز في كويز حناخد واحدة واحدة كل الحاجات دي ده الجزء بتاع الكالندر موديول الكالندر رمزته بالنسبة لي كطالب ان انا بشوف فيه نوتفيكيشن جاية من المحاضر ان يوم كده لو قفت عليه كده حلاقي انه بيقول لي ان فيه اختار بروشكت معين فيه يوم تاني لو بقف عليه كده بيقول لي ان فيه كويز الدكتور عامل لي كويز اجاوبه سواء كويز ده حاجة هدريبية عشان تقويني في الشابتر او في الكورس بتاعي او كويز بياخد عليه نمر وماركس يعني وهكذا بقف على كل حاجة طبعا لو دست عليه احنا هنتكلم كل موديول من ده هنتكلم بشكل منفصل انا هنا بس معرفكو الدنيا ماشية ازاي هنا انا انا ما عنديش اونلاين في اخر خمس دقايق غير ايه غير غروعة انا بس اللي موجودة دلوقتي ولكن لو عملنا ري اكتيفيت مثلا انا كده داخل باكاونت طالب تاني في نفس الكورس بصو الطالب التاني حلاقي هنا لو عملت ريفرش حلاقي ان انا الطلبة الموجودة اونلاين معي اهو شادي اهو دخل وحنتكلم ازاي اعمل معهم شايت ازاي اتناقش معهم في حاجة وهكذا هنا دي كلها ايه الاسابيع الدراسية وده كورس ماتيني اللي احنا نبتدي ناخده واحدة واحدة دلوقتي بالشكل الكامل دي البادجز اللي انا واخدها الدرجات الجريدز اللي انا واخدها كل ده احنا نتكلم فيه بشكل منفصل ده كده بشكل بسيط وسريع مقدمة بس عن المودل والدخول عليه والمين بلوكس اللي بشتغل عليها هنبتدي بقى في كل سيشن هنتكلم بالزبط عن جزء محدد عشان تبقى الدنيا واضحة وسريحة وسهلة معاكم اشتركوا في القناة